السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في فيديو جديد في هذا الفيديو سنشارك معكم الفرد الأول في الدورة الثانية بطبيعة الحل لأننا مقبلون على فروض المرحلة الثالثة هذا الفرد يخص مادة النشط العلمي للمستوى الرابع بطبيعة الحال للموسم الدراسي الحالي 2023-2024 سنبدأ بالسؤال الأول أذكر ثلاثة مصادر مختلفة للطاقة للحصول على الضوء ثم نحدد نوع هذه المصادر وش هو طبيعي أو اصطناعي بطبيعة الحل إذن سنبدأ بأول مصدر وهو الشمس إذن الشمس مصدر طبيعي للضوء إذن الشمس هو مصدر طبيعي لأنه تلقى في الطبيعة من خلق الله سبحانه وتعالى لأنه ليس الإنسان يدخل في هذا المصدر إذن الشمس مصدر طبيعي سوف نرى الماء الذي يعطينا مصدر إنتاج الضوء هنا على مستوى إنتاج الكهرباء على السدود أو في المحطة الكهرومائية على مستوى السدود إذن الماء هنا تلقى مصدر طبيعي مصدر طبيعي سوف نرى الآخر مصدر سوف نشارك معكم الكهرباء الكهرباء إذن استعملنا الكهرباء فالكهرباء من المصادر الإصطناعية لأن الإنسان يصنع الكهرباء إصطيناعي إذن مصدر إصطيناعي الكهرباء الآن سوف نرى السؤال الثاني إذن بالنسبة للسؤال الثاني أجيب بصحيح أو خطأ أمام كل عبارة من العبارات التالية إذن عندنا الآليمنيوم موصل جيد للحرارة إذن سوف نفرقه بأنه كان التوصيل الحراري وكان التوصيل الكهربائي إذن نردو البال كان الأجسام اللي كتوصيل الحرارة وكان الأجسام اللي كتوصيل الكهرباء إذن بالنسبة للآليمنيوم الآليمنيوم هذا موصل جيد للحرارة لأنه اللي كنت كتطيب في الفحض الماغمات من الآليمنيوم سوف تسخن وما تقدرش تقيسها إذن صحيح نكتب صحيح الحديد موصل رديئ للحرارة خطأ حتى هو موصل جيد للحرارة خطأ هنا نكتب خطأ الحديد يوصل كهرباء لأنه إذا اضطينا واحد المسمار اضطينا فوق فرن وهو سخن الخشب موصل رديئ للحرارة صحيح حتى يوصل حتى يسخن حتى يسخن ونحس بأنه سخن حتى تستعمل ملعقة خشبية فهذه الملعقة لا تسخن على موضة حتى تشعر حتى يسخن حتى تشعر حتى تشعر حتى تشعر حتى تسقط الأجسام عموديا على الأرض صحيح هذا السقوط الحر السقوط العمودي على الأرض لأنه بفعل جاذبية الأرضية بطبيعة الحال لتحريك جسم ما نطبقه عليه قوة حتى هذه المعلومة صحيحة إما قوة دفع إذن يكون لدينا قوة دفع أو جر إذن جر ولا جذب بحل بحل دفع أو جر أو جذب البكرة تسهل تحريك الأجسام البكرة من الآلات البسيطة نرى أن الآلات البسيطة هي آلات تستعمل في تحريك ورف الأجسام إلى آخره إذن صحيح إذن هذه المعلومة صحيحة الآن سنمر بطبيعة الحال للسؤال الثالث أكتب أسماء عناصر الدارة الكهربائية إذن لدينا دارة كهربائية بسيطة إذن هذا السهم الأول لدينا قاطع الطيار إذن هنا نكتب قاطع الطيار لدي هنا المصباح المصباح عندي سلك التوصيل أو أسلاك التوصيل إذن سلك التوصيل ثم عندنا العامود أو المولد هنا تكتب العامود أو المولد سنمر الآن للسؤال الرابع إذن لدينا عناصر لدينا مصباح رقم واحد ومصباح رقم جوش وعامود رقم واحد وعامود رقم اثنان لدينا الكثير من التراكب بهذه المصابح وعامود رقم جوش لكي نعرف أين هو الذي يعمل أين هو الذي يعمل أين هو الذي يعمل ألوغ بالنسبة للمصابح المصابح التي تضع هنا عندنا إذن المصابح واحد لكي يضع هنا هو هذا هنا عندنا هذا لكي يضع ألوغ عندي هنا المصابح رقم اثنان والعامود رقم واحد العامود رقم واحد والمصابح رقم اثنان هنا لا يوضع ما حwives قالier إن عندي العامود رقم اثنان والمصابح رقم واحد حتى هنا لا يوضع هنا لا يوضع هنا لا يوضع يعني هنا المصابح رقم اثنان ماذا متحرك أننا شاهりました تم المصابح رقم اثنان لا Burn المصابح هذا فضا أو عامود رقم واحد أو عامود رقم اثنان أعرف أنه يبين كان العطب دعونا كيف نستطيع في التجربة الموالية اشعله اشعلن المصباح رقم اثنان مع عامود رقم اثنان مع عامود رقم اثنان ما يعني؟ العامود رقم اثنان خدام ها هو رقم اثنان ره خدام خدام رقم اثنان وبالتالي ره المصباح رقم واحد معطل لأنه مشعلش مع رقم اثنان والمصباح رقم اثنان خدام يعني أنه خدام صحيح ولكن العمود رقم واحد ما خدامش إذن اكتشفنا بأن العطب كان في المصباح رقم واحد وفي العمود رقم واحد هجوجهما لمعطلين المصباح رقم واحد معطل المصباح رقم اثنان غير معطل العامود رقم واحد معطل والعامود رقم اثنان غير معطل الآن سنمر من الأجسام العازلة والموصلة للكهرباء سنبدأ بالأجسام الموصلة للكهرباء أولاً لدينا السلك النحاسي هذا موصل للكهرباء نكتب هنا سلك نحاسي لدينا كذلك مقص حديدي مقص حديدي موصل للكهرباء وحتى المصطرة من حديد موصلة للكهرباء نكتب هنا مصطرة من حديد وبالنسبة للأجسام العازلة للكهرباء لدينا مصطرة بلاستيكية نكتب هنا مصطرة بلاستيكية وعندي الخيط عازلة للكهرباء وعندي قطعة خشب تهي عازلة للكهرباء قطعة خشب هذه هم الأجوبة الخاصة بالنموذج الكتابي نشارك معكم إن شاء الله نماذج أخرى خاصة بفروض المرحلة الثالثة المستوى الرابع مادة نشاط العلمي كونوا في الموعد إلى اللقاء اشتركوا في القناة